اشتركوا في القناة متدنية نوعا ما بالنسبة للغمار الصناعية توضح عبور بعض السحب المتفرقة خلال 24 ساعة السابقة وايضا متوقع استمرار العبور بعض السحب المتفرقة خلال 24 ساعة القادمة ان شاء الله بالنسبة لخريطة الضغوط الجوية تتأثر جمهورية مصر العربية وايضا بلاد الشام الى امتداد منخفض جوي عميق سطحي متزامنا مع منخفض جوي في طبغات الجو العليا مصحوب بأمطار غزيرة قد تؤدي الى السيول وايضا غبار مثار بسبب الرياح القوية التي قد تصل سرعتها الى 80 كم ساعة ممتدة الى شمال شفل جزيرة العربية وايضا فرص الأمطار على دولة الكويت يوم السبت شدتها راح تكون خفيفة الى متوسطة ولا توجد ايضا اي فرصة لأمطار غزيرة بالنسبة لليلة طقس معتدل وايضا رياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدل السرعة تراوح سرعتها ما بين 10 الى 30 كم ساعة ودرجات الحرارة متوقع في منتصف هذه الليلة قد تصل الى 7 تهج درجة مئوية خاصة على المناطق الساحلية بالنسبة للمناطق الغربية من البلاد السالم الشقاية قد تصل الى 9 تهج درجة مئوية في مساء الغد طقس دافئ وايضا الاستمرار لرياح الجنوبية الشرقية خفيفة الى معتدل السرعة قد تصل سرعتها الى 26 كم ساعة ومتوقع ظهور لبعض السعب المتفرقة ودرجات الحرارة للعظم المتوقعة في مساء الغد مدينة الكويت 26 درجة مئوية جزرنا الشمالية واربا بوبيان وفيرتشة تفاته ما بين 22 الى 26 درجة مئوية الاجواء البحرية بشكل عام خلال الـ 24 ساعة القادمة ان شاء الله جيد المارسة اي نشاط بحري وحالة البحر خفيفة الى معتدل الموج وارتفاع الموج من واحد الى ثلاثة اغدام ولكن ابتداء من يوم الجمعة حتى يوم الاحد يرجى تأجيل اي نشاط بحري بسبب ارتفاع الى موج الى ستة اغدام مواغيث من الله على حسب توقيت المحل لمدينة الكويت وعددان الفجر في الساعة الرابعة وثلاثة واربعين دقيقة ومع تشروع الشمس الساعة السادسة ودقيقتين بالنسبة لغروب الشمس الساعة الخامسة واربا وخمسين دقيقة طغس المتوقع في مدينة الكويت خلال خمسة يام القادمة ان شاء الله بالنسبة ليوم الغد طغس دافق خلال فترة النهار ولكن ماء للبرودة ليلة واستمرار لرياح الجنوبية الشرقية رياح الكوس قد تصل سرعته الى 28 كلمتر الساعة ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة في مدينة الكويت قد تصل الى 31 درجة مئوية بالنسبة للصغرى نعيش درجة مئوية ابتداء من مساء اليوم الجمعة حتى يوم السبت فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية احيانا وايضا نشاط في الرياح الجنوبية الشرقية قد تكون مثيرة الغبار على بعض المناطق وتدنى معها الرؤية الفقية لذا نوه مرتدي الطرق السريعة انهم يديرون بالو متناء الغيادة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة قد تصل الى 30 درجة مئوية بالنسبة للصغرى متفاته ما بين 13 الى 17 درجة مئوية ابتداء من يوم لاحد ولا اثنين اعتدال في الطغس التدريجي وايضا تحول الرياح الى شمالية غربية خفيفة قد تصل سرعته الى 30 كمتر في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة متفاته ما بين 28 الى 30 درجة مئوية بالنسبة للصغرى متفاته ما بين 15 الى 16 درجة مئوية عزاء المشاهدين الى هنا تنتين اشرتنا الجوية شكرا على حسن المتابعة والان مع درجات الحرارة حول واصم العالم شكرا على المشاهدين